بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل ما بدأنا فيه بالفيديوهات السابقة كنا نحكي عن الام شرحنا كل أنواعه وشرحنا الفريكونسي ديبيجين ملتبليكسر كمان الآن رح ننتقل لنوع جديد من الموديلاشن كنا بالام الآن رح نروح على الانجل موديلاشن حسا الانجل موديلاشن هو تسمية عامة للفريكونسي والفايز موديلاشن تمام جرت العادة انه الفريكونسي هو اللي ينشرح هو اللي خلينا نقول هو التركيز عليه لكن في بعض الفصول نشرح الفيز بس بدي أحكي عنه بشكل سريع ونكمل على زي ما شفنا بالام شفنا انه تبع الكاريير هو اللي بيتعدل عليه هو اللي رح تتغير قيمته والمسج رح تكون اه يعني اه انكلود جوا الامبلتيود تبع المسج اه تبع الكاريير هون لا رح تتغير رح تكون بالفريكونسي وراح يكون بالفيز اه شوية يعني فيز موديلاشن او كيف رح تتصرف المسج إذا كان عندي الموديليشن فيه إذا كان عندي مسج وهذا الشكل تمام عندي هون موجب عندي سالب موجب سالب وبرضو مسج نفسها الفريكونس خلينا سوف اضع الريزولت ماذا سيطلع معي الريزولت سيطلع معي كالاتي كونه فيز مغدارها حسب المغدار ولكن دعونا نأخذ أنه هنا 180 درجة هنا سالب 180 هنا 180 هنا سالب 180 دعونا نبدأ بالكارير الكارير يبدأ طبيعي 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 بالفترة الموجبة ببو 180 ولكن عندما وصل عند السالب 180 بدل ما يكمل ويخرج على فوق لا يبدأ دورة جديدة بالاتجاه المعاكس بلش بالاتجاه المعاكس عندما يرجع للموجبة الثانية التي هي 180 فترة الموجبة سيرجع كالآتي ويكمل الدور يعني ما الذي صار تمشي طبيعي إذا عمل فترة الموجبة بتقلب اتجاه الحركة كمل إذا عمل فترة الموجبة باتجاه المعاكس بتقلب وهكذا بالنسبة للفريكوانسي دومين أو للفريكوانسي موديلاشن عبقوا هاي الكارير الموديلات السيجنال أو الريزولت رح تكون رح نتعامل مع الفريكوانسي تمام أو هون بالتايم بس القصد يعني كل رح تقلب الفريكوانسي تبع الكارير رح يتناسب مع الأمبليتيود تبع المسج كل ما زاد بيزيد التراص وكل ما قل الأمبليتيود للمسج بيصير فيه تباعد خلينا نشوف كيف إذا كان المسج الأمبليتيود إله عالي رح يكون فيه تراص للدورات للسايكل وإذا قل بهاي الفترة مثلا رح يصير فيه تباعد تباعد وهكذا وإذا صار أو زاد هون بالفترة هاي رح يصير فيه تراص وفي التباعد يعني الفترة رح تكون تراص تباعد تراص وتباعد وهكذا هاي هي الـ Frequency Domain إنه يكون حسب أملت يودو المسج إذا كان عالي رح يكون فيه تراص وإذا كان قلي رح يكون فيه تباعد والفيز حكينا إنه كل ما تتغير إشارة أو كل ما يعمل فيششف باتجاه معاكس أو بقيمة مختلفة رح يبدأ يدور بالاتجاه المعاكس رح تكون الدورة باتجاه المعاكس وهكذا رح تكمل إنه مرة تقلب لفوق مرة تقلب لتاح هيك حكينا بشكل عام شو الـ Frequency وشو اللي هو الـ Face Modulation أصلا رح نبدأ بالFrequency ونحكي بعض الاشتقاقات اللي عنها الـ Frequency Modulation حكينا الـ AM للمسج رح أخليه تعدل على الكارير أريد أن وضحه أنه C of T هي الكارير AC Cosine 2 by F C T زاد الفيز تمام التمام بالنسبة لهذا أحنا وين بنعدل بالنسبة للـ Angle Modulation بنعدل على الجو على Frequency وعالفيز الكارير تبعه وما ستحدث عليه شيء فمعناته أنه الـ Amplitude للـ S Ft الناتجة عندي ستكون متساوية ليس كما رسمها لأنه كتب لي الدوسية ليس ماخذ المادة ولا كهرباء فهون بدأت عدلها أن المتساوي للطرفين متساوي هنا ومتساوي هنا الفرق بين الفرق هو الفرق أنه فيه تراص وفيه تبعه فيه تراص وفيه تبعه وهذا ما قلنا قبل قليلا بالنسبة للـ Frequency Modulation أنه سنعدل Frequency يتناسب مع المتساوي لكي أقول ها طيب نأتي للكارير نأتي لكارير عادي نحكي عنه شوية لو حكينا أنه Theta of T تساوي 2 by F C T زاد الفا أو في نوت خلينا نحكي تمام هاي عبارة عن مداخ الكوسين C of T أو S of T ما ستصير AC Cos Theta of T تمام تمام طيب لو اجيت رسمة هاي هذا الفنكشن عبارة لو اجيت رسمة هاي الفنكشن شو رح يطلع معي سيطلع معي اذا كانت Theta note هاي الفا note constant سيكون خط مستقيم كون هاي معدد خط مستقيم زاد constant فسير خط مستقيم معمول لشفت مقدار phi note تمام هاي عبارة طيب لو حكيت لك انه Theta note مش constant هي time هي function بالtime شو رح يصير الشكل تبعي رح يصير شكل كالآت رح يطلع معي شكل زي هيك طيب انا بدي اخذ delta t delta t تكون عندي صغيرة جدا عشان ابلش بالاشتغال لو فرفت انه phi hi phi note phi note تساوي zero معناته هاي عبارة two by fct طيب احنا بنعرف احنا بنعرف انه ال احنا بنعرف انه اه اي two function اتقاطع مع بعض معادلات متساوية تمام بحي theta of t تساوي two by fc t زاد phi note تمام حكينا phi note تساوي صغير معناته theta of t تساوي two by fc t t aah 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 تمام حسا عندي اشي اسمه frequency instantaneous يعني او خلينا نقول instantaneous value وهي عبارة عن الميل تذكروا الميل المماس أو المشتقة عند هذه النقطة هي عبارة عن المشتقة أو القيمة اللحظية عند بفنكشن معين هي عبارة عن المشتقة إذا أخذنا الـ Frequency Instantaneous of T عبارة عن 2PFC فقط اشتقينا T ستذهب ثيتا نوت كونه constant ستذهب سيكون أول فرضية لما تكون ثيتا أو fine نوت لما تكون fine نوت ليس constant يعني ستكون function of time ما سيحدث؟ سيحدث كالآن إنه هذه عبارة عن آه هذا اللي بدنا نعمله هذا اللي بدنا نعمله إنه ما تكون phi of note هي عبارة عن constant ستكون المسج سندخل المسج على Frequency Instantaneous بحيث إنه ستتحقق لهذه العلاقة طب لو دخلت kf m of t على هذه المسج أو 2 by kf m of t رح نعتمد إنه ندخل المسج على Frequency Instantaneous تمام؟ طب شو علاقة؟ شو علاقة؟ شو علاقة؟ phi of t هي تكامل هذا الحقيق phi of t في هذه الحالة هي تكامل Frequency Instantaneous طب كامل 2 by كاملناها fc constant مع t زائد زائد 2 by kf التي هي Frequency sensitivity تعتمد على الدار الذي تعمل تعمل الموديلشن تكامل M of t d t تمام؟ التمام هيك احنا وجدنا علاقة بتوصلنا ل s of t في تبعة fm هي عبارة عن ac تساوي ac cos 2 by fct زائد 2 by kf في تكامل m of t d t اللي أبدأ أحكي هون انه Frequency instantaneous حكينا اذا high عبارة عن 5 of t بحيث انه 5 of t بحيث انه 5 of note مش constant ونب time واللي هي عبرنا عنها انه هنها المسج دخلناه عن instantaneous frequency a instantaneous frequency حكينا هي مشتقة المنحنة او مشتقة function معناته 5 of t هي عبارة عن تكامل Frequency instantaneous هذا اللي عملنا 5 of t كاملنا instantaneous frequency وطلعت معي s of t بال fm حكينا انه في حالة الخط الأزرق الفاتح هذا عبارة عن 5 of t لما تكون phase constant قيمة اما اذا كانت هذه القيمة 5 of note قيمتها function of time سيطلع معي منحنة مهم طيب انا بدي القيمة اللحظية عند delta t صغيرة كيف ستكون مشتقة المنحنة Frequency instantaneous هي مشتقة المنحنة 5 of t هي تكامل اكثر يعني تكامل instantaneous frequency نحن نظرة اخوان المنحن في المنحن دوسية نفس ما نقول يجب هذه العلاقات 5 of t frequency instantaneous وثم مشتقة 5 of t وعكس التكامل كما عملنا اشتقينا 5 of t دخلنا عليها المسج سنعتمد أن ندخل المسج على الـ Frequency Instantaneous بعدما دخلنا المسج نريد 5T وهي تبعت الكوسين الكارير كامل الـ Instantaneous Frequency كاملناها طبعاً هاي بي آي يعني باي قصدي فيها هذا الرمز بس اللي كتب الدوسية ما كانش فاهم علي زي ما بديه كامل وطلعت معي soft T بالـ FM وهيك شكلها في كونس هاي حكيت أنه زي ما فيه بالـ AM زي ما فيه بالـ AM Single Tone Message هون رح نعمل Single Tone Message يعني المسج رح تكون carrier cosine أو sine رح نستخدم منها cosine هاي مفتي cosine بدي أحكي ملاحظة إضافية هون إنه الفيز modulation PM الـ S و T تبعته AC cosine 2 باي F C T زاد 2 باي K B كونه فيه في M و T بدون تكامل تمام؟ التمام لأنه فاي هي تكامل هاة رح ندخل شفت هون مش دخلنا على الـ Frequency Instantaneous هون رح ندخل مشتقة المسج على الـ Instantaneous Frequency لو كاملناها رح تطلع معي المسج بس بدي تعرف أن العلاقة النهاية لـ BM Phase Modulation A C cosine 2 باي F C T زاد 2 باي K B M T بدون تكامل ولا اشتقاكم لو كاملت هسه بدنا نكمل على الـ F M بالـ F M لو كاملت الكوسين معي كوسين خلص بعرفة كاملة هي سين على الزاوية تبعته سين الـ A T سين كوسين الـ A T هي عبارا سين الـ A T فهذا اللي عملنا A C cosine 2 باي F C T زاد 2 باي K F في A M على A اللي حكينا هي عبارا 2 باي F M ف2 باي بالمقام رح حظت K F A M على F M في بعض المصطلحات Frequency Division هو عبارا عن قداش تقسيم الفريقونسي بالسبكترم يعني كل مثلا الفريقونسي قداش بده تحتوي دلتا كل مئة الف قداش فيها مسج وهكذا البيتا اللي هو الـ Modulation Index هو معامل الـ Modulation اللي بيحدد انه مثلا R سوف نأخذها بعد شوية انه هل هي narrow band هي wide band سوف نأخذها بعد شوية الـ M و AC صفت عندي المعادلة بالاخير الـ سوف نأخذها بيتا سوف نأخذها كونه بيتا كيف وفم وفم والـ فريقونسي تقسيم كيف 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 هذه المعادلة هي تبعتها للإفهام لدي نوعين للإفهام نورباند و ويدباند النورباند يعني أن الباندوث لها قليل عدد المسج اللي فيها قليل الويدباند لا ومن اسمه واسع سيكون انفينيتي باندوث ولكن بالحقيقة سيكون عدد كبير لا يوجد اسمه انفينيتي تمام اس وف تي لإفهام اس احكينا كيف العبارة طيب لو كانت بيتا أقل من واحد قيمة بيتا ستكون أقل من واحد بحالة النورباند ماذا سيحدث؟ دعنا نعمل كوساين على كوساين كوساين عبارة عن كوساين ضرب كوساين بي ناقص ساين ا ساين بي تمام؟ تمام في بعض الشغلات اللي مكتوبة هون ستساعدنا ساين الاكس لما تكون اكس قليلة ستساوي اكس كوساين الاكس لما تكون اكس قليلة تمام؟ ستطلع من واحد كوساين تعالوا نطبق هذا الحكم كوساين كوساين الاكس ما هو بيتا قيمتها قليلة تعالوا مدام قيمة قليلة والساين لم تريدها واحد يعني لو ضربنا بواحد ستطلع بواحد قيمة صغيرة كوساين القيمة الصغيرة ما حكينا؟ واحد وصاين القيمة الصغيرة القيمة الصغيرة نفسها مداخل كوساين صفت عندي كوساين ناقص ساين ساين ضرب بيتا ساين 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 طيب عملنا المتطابقة التي هي ساين بساين عبارة عن كوساين الفارق ناقص كوساين المجموع وهنا في ناقص كانت برا تدخلها على تضرب السالب بالطرفين وصف عندك هذه المعادلة هذه المعادلة النهائية للSFT بالNaroband FM حكرا في هذا النظام سنتعامل مع السيجنال الذي يكون البندوث قليل على عكس النظام الآخر للويد باند ستتعامل مع البندوث كبير بالاعتماد بقيمة البيت تعالوا نعمل عملية نارو باند بنا نعتمد هذه المعادلة تمام هذه المعادلة ماذا أريد؟ أريد كارير وهي كارير وبعدين كارير معمول له هلبر ترانسفورميشن كونه نفس الفريقونسي معناته الكارير ولكن بينهم مغدارة 90 هلبر ترانسفورميشن هنا مسج ولكن مسج ساين ونحن نتعامل مع ساين كمسج معناته في تكامل أو هلبر ترانسفورميشن نفس الشيء لأن المسج نحن نعمل تكامل بالإف أم ف بدك تكامل طيب هذه المسج دخلناها على تكامل وصلت معي ساين هذه الكارير من الأوسليتر أول مرة جمعنا ودخلناها ساين والمرة الثانية على هربل ترانسفورميشن عشان يعمل ساين طيب بعد ذلك عندي ساين بساين ساين بساين 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 وبعد ذلك تضربها بسالب ساين ساين بساين ناقص ساين ضرب ساين وهكا نحقق المعادلة اللي بدي إياها تمام تمام بساين الوايد باند فم سيكون بيتا قيمتها أكبر من واحد والباند نسئلها كبير كثير لدي هون سوف تيبلا فم المعادلة هذه طيب لو بدنا نمثلها لنأخذ الريال بارت منها سيكون AC Exponential J 2 ما داخل الكوساين في ساين لكن نحن نأخذ الريال بارت ليس الريال بارت صرفت عندي انه ذكروا الكمبلكس بأول المادة اللي هو بنتعامل مع لكأنه ستكون كومبلكس يعني اشتقاء مش مهم تفهموا ولا مهم ولا داخل أصلا بالحل لكن بس انه حطيته كمعرفة من وين اجت الامور يعني رح 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 على بدي المهم تعرفوه شغلتين ستنة بشيارة بمعادلة من وين ستكون عدد بي في جين نوتا في بيتا حس رح تحكي عن جين نوتا في بيتا هو عبارة عن بيس الفنكشن اسمه بيس الفنكشن شو يعني هو فنكشن له أوردر كل ما زادت الأوردر وتغير قيمته بالاعتماد على قيمة البيتا بالإكس أكسز يعني إذا الأوردر زيره كل ما تغيرت رح تتغير قيمته حسب قيمة البيتا وحكذا باقي القيم يعني يعني هون بالاسوف تي نرجع اسوف تي تساوي مثلا بوينت سيكس كوسين تو بايب سيتي طيب البوينت سيكس هاي بالإف أم رح تعتبرها اي سي جي أن أو في بيتا حسب الان وحسب البيتا تماما سيكون معك يا هيك يا جدول فيه وقيام وهي نفس الشي وكل الإشي يعني ما في انه بس خلص هاي اي سي هاي ام وما في ميو وما في كذا هيك رح تعتبر شكل اسي في جين أو في بيتا بالفريكونسي اسي جين أو في بيتا على ثنين اللي هي من تو دلتا بعض الخصاص بيقول لك إذا الان حسب الان وفي بيتا تساوي جيل سلب اتو سلب اتنين اه بيتا اه بيتا واذا اه اذا اد سلب سلب الاشي يعني جيل واحد او بيتا هو سلب الجيل سلب او بيتا سلب واحد او بيتا يعني علاقات عادية نأتي هنا كيف نحلل طبعا شرحت فيديو ولكن ليس ظابط فرجعت عدته مرة ثانية الباور للكاريير قبل الموتيلات ما كانت المعادلة عبارة AC في COS أو FCTZ أو بيتا سايد تمام؟ معامل الكاريير كان كان AC بس فالباور لأي سينوسايدل عبارة الأمبليتيو التربية على اثنين خليني ها هاي المعادلة أو هاي ما في غير AC ما ليش دخل بالجوب أنا بالبرا بدي الباور لها AC تربية على اثنين تمام؟ لكن هون بالبس أي معامل للكاريير للكوساين بشكل عام أنه يعني عبارة AC جن بعد ما نعمل من الموديلات قبل قد قلنا AC تربية على اثنين بعد أفتر جن 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 للكاريئر يعني هونه الـ 0 order وهو الكاريئر إذا بده الباور بالمسج يعني بباقي الأشياء معدل الكاريئر قبله بعد شو رح تساوي؟ رح تطرح الباور قبل من الباور بعد طيب دلتا F هو عبارة F-Max نقص F-minimum أو F-max نقص F-carrier والباور تساوي دلتا F وتعوضها هنا دلتا F على F-M المسافة بين كل دلتا و دلتا هي قيمة F-M زي ما حكينا center frequency دائما سيزيد الـ 1, 2, 3, 4 سيكون نقص بالنغative سلب 1, 2, 3 وهكذا هنا عندما نطلع الـ bandwidth بالـ full AM كان 2F-M بالـ double 2F-M بالـ single sideband كان F-M 1F-M 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 25% 35% لا أو دخل هذه العلاقات تخرج بدلتا بيتا دلتا اف في واحد زاد واحد على بيتا قيمة الف ام قيمة دلتا اف وخلص طلعت معك او قيمة البيتا من العلاقات هاي بتعوضها الون بيرسان باندوث بيحكي لك شو كالات عبارة الباندوث اثنين ضرب ان ماكس ضرب اف ام طيب اثنين بعرف الاف ام بعرفها ان ماكس شو هي شو قزو فيها بيقول لك الشرط طبعه الجي اف بيتا لازم تكون اكبر من واحد بالمية عشان يكون تكون الدلتا لها اعتبار كيف عندي قيم هون جي نوت في بيتا هون جي الواحد في بيتا جي اثنين في بيتا جي ثلاث في بيتا بتشوف اخر دلتا لها الجي اف بيتا قيمتها اعلى من واحد بالمية يعني لو كانت اعلى هون كانت واحد بالمية هي خمستاش بالالف امام هلقي ما اعلى من واحد بالمية فبعتمزها هون لو اجينا كانت خمسة بالالف اقل من واحد بالمية معناته ما رح اقضها معناته وين رسلنا بالأوردر ثلاث تروع على القانون ثنين ضرب ثلاث ضرب اف ام بيطلع عندك الباندوس تبعك وهيك هاي معنى الون بيرسان باندوس فبالو كانت زي هون هون الثلاث كانت عندها اقل من واحد بالمية باخذ الاثنين حسب وين عند الستة عند السبعة عند الخمسة وهكذا الطريقة اللي اكثر شيوعا بالامتحانات هي الكن سرور لكن هاي الطريقة حلوة ممكن تعرفها في سؤال يجعل السنوات بس ما كان حسب باندوس كان فيه فكرة غير قلع احكي لك انه طلع لسف تي بطريقة الون بيرسان باندوس يعني معادلة الاسوف تي للويد باند ستكون تحت وكل دلتا او كل الكوساينات اللي فيها الجان اوف بيتا اكبر من واحد بالمية معنات واذا في عندي الف دلتا قيمتهم اقل من واحد بالمية راح اكانسل عليهم اعملهم نجلكتين او اتجاهلهم وبس هاي الفكرة يعني اللي موجودة انا بدي اعمل جنريشن لوايد باند افهم عندي طريقتين دايريكت ميثود وإن دايريكت ميثود طب الان دايريكت ميثود هي عبارة ايش انه نعمل نارو باند بعدين احولها لوايد باند كيف بعمل نارو باند بتطلع معي هون هاي عبارة نارو باند دخلناها بشوي بدخل على تكامل نارو باند فايز موديليتر يعني اللي هو بيدخل المسج المكاملة على الكارير تمام هون تطلع عندي نارو باند بدخل على فريكونسي مولتيبليكيشن بعمل لي بضرب الدلتا افل بحيث انه يزيد اتساع يزيد التقسيم تبع المسج يزيد سبكترم تبعها يعني الالف كيلورا تأخذ اكثر وهكذا فهاي فكرة فهاي فكرة انه الان دايريكت ميثود رح اشرى عليها بالفيديو الجاي كيف بالضبط تعمل وايد باند من نارو باند او وايد باند من مسج بشكل عام وحل عليها مثالين من الكتاب ان شاء الله تعالى بس هون بشكل طبعا ما كان مشروح بشكل تفصيلي ولا حل امثلة لكن بعض الدكات المسكوها بالفصول الماضية جاب عليها سؤال والطلاب ما كانش فاهمينها وانا ما كنتش كاتبها بالدوسية اصلا بس رح اشرحها بفيديو القادم ان شاء الله كريستال كنترول هو عبارة عن اسلليتر باعتماد على المسترونج سوف نشرحها بعدين بالفيديو الجاي بتخلص من الدسترشن الحاصل على نارو باند او ايضا على الشفت داون الفيكونس كارير لانه زي ما بيصير مضاعف للدلتاف سيصير للف سيصير للف سيصير وهذا غير مرغب يعني هو كنترولر بيعدل اشي على اشي بحيث انه يعمل كان فيه كلمة ببالي يعني خليها ستابل تمام هون اخذنا كيف نعمل نارو باندو شرحتك بشوي حكينا عشان نخلي نارو باندو تتحول لوايد باند لازم نرفع الباندو من خلال مضاعفة الدلتاف وعشان هيك نحقق هاي نظرية رح ندخن نارو باند على فريكونسي موليكيشن اللي بيعمل على مضاعفة في الدلتاف يعني رح تصير ان دلتاف طيب نستكمل ما بدانا حكينا نارو باندو نعمل نارو باندو نحولها لوايد باندو مثل النهود الثاني بيقوله دلتاف نهود دغري مباشرة كيف نستخدم دائرة اسمها هي زي ما حكينا بالفيديوهات السابقة عبارة عن سيركب تعطيها فولتج تعطيك فريكوانسي يعني كل ما زدت بالإمبوت الفولتج تعطيك كوساين له الفريكوانسي أعلى وهكذا بس رح نستخدم بالأوتبوت إشي اسمه البركتر دايود البركتر دايود هو عبارة عن دايود له مواصفات خاصة بحيث أنه يشتغل بالريفيرس بايس ككباستي يعني ككباستور أنه يخزن الفولتيات بالريفيرس بايس تماما بحكي لك لو دخلت المسيج على أساس أنها نيجاتيف فولتيج بالريفيرس بايس هاي هذا الديود كونه يشتغل ككباستي بالنيجاتيف سوف يخزن المسيج طيب دعنا نطلق من هذه المعادلة C of T وهي المواسعة للديود ساوي C not initial value زائد delta C M of T دعنا ندخل المسيج على المواسعة instantaneous frequency ندخل المسيج على المواسعة طيب أنا أعرف أن الفريقونسي أو ما أعرف أعرف عليها يعني معلومة جديدة resonant frequency لLC circuit هي عبارة عن 1 على 2 باي الجذر LC تمام تمام طيب أنا عشان هون من هون بدنا ننطلق أنه أنا لقيت علاقة تربطني بين C وبين F اللي بدي إياها على output طيب أنا بدخل أنا بغير قيمة C بحيث أنه تعطيني F زي ما بدي تمام تمام طيب لو جينا حطاعة طبقنا هذه المعادلة فقط عندي L1 و L2 فراح سير LM يعني مجموح equivale 1 على 2 باري LM بسي نوت جينا عوضنا هاي المعادلة طيب جذر الإشي القليل رح يكون رح يروح الجذر تمام اهي هون جذر لما تكون MFT أو المعامل التباحة قليل رح يروح الجذر هذا اشتقاق يعني مش مهم معنى ما يجي عمره ولا عمره يجي السؤال عليه بس بدي تعرف كيف الفكرة طلعنا ثانيا الثيتا وفتي ذكروا وهي تكامل Frequency Instantaneous اللي احنا جبناه منها بلشنا فيه الهوريزونت Frequency نفسه اه وعوضنا بداخل هاي المعادلة صفت عندي انه خلص لقيت علاقة Direct ما بين الانبوت او بين المسج وبين Frequency Outward وخلص انا بقدر احط قد ما بدي اه بحط المسج قد ما بدي بحيط تعطيني Frequency عالي هاي الطريقة فيها سلبيات رح يصير شو منها السلبيات بالVCO رح يصير عندي Frequency Method يا بنقلل هاي Frequency طيب فيه سؤال ثاني كمان ايجي سانوعت شو سبب العلاقة غير الخطية بالVCO سببها انه Exponential Relation ما بين الانبوت والاوتبوت للدايوت اذكروا معادلة الدايوت كانت اه في Exponential V K V T وهكذا فيه علاقة Exponential ما بين الانبوت والاوتبوت اه بالدايوت وبس هاي هذا سبب اللي هو علاقة غير الخطية طيب نرجع لهون هيك بنكون خلصنا Generation FM او Modulation FM خلينا ناخذ Demodulation طيب انا بعرف انه المسج هي داخل الكارير ما داخل الكارير طيب انا كيف بدي اوصل رياضيا خلينا نحكي كيف بدي اوصل لاشي جو الكارير ما في حل عندي الا يا اكامله يا اشتقه طيب طيب خلينا اخذنا فكرة الاشتقاب خلينا نشتق هاي ما عند لو اشتقيناها سيصير وين بالامبليتود للكارير سيطلع لبرا طيب اشتقي سيطلع AC 2 by FC مشتقة الكوساين في مشتقة ما داخل الكوساين AC في مشتقة ما داخل الكوساين ضرب ساين في مشتقة الكوساين هاي والداخل بيضل زي ما هو طيب هسا وين صارت المسج هاي الكارير هاذ بسا هاذ المسج وين صارت بالامبليتود للكارير مدام المسج صارت بالامبليتود للكارير شو يعني الحكي هاذ يعني انه يعني صارت AM يعني بقدر اجيبها من الانفلوب طيب معناته الملخص اللي حكي هنا بدنا اشي يعمل DIFFERENTIAL CIRCUIT او بدنا اشي يعمل اشتقاق SLOP CIRCUIT او DIFFERENTIAL CIRCUIT وبدنا اشي بدنا CIRCUIT تعمل ENVELOP طيب هاي we need to SLOP CIRCUIT او DIFFERENTIAL CIRCUIT وكمان ENVELOP بحيث انه من الانفلوب للايام اه بالامبليتود ما حكينا الانفلوب بتجيب المسج طيب بناءنا على هذا الحكي رحنا دورنا بدنا CIRCUIT تعطينا OFF طيب خلينا نحكي شغلة اخرى المشتقب بالتايم تذكروا بالمقدمة المشتقب بالتايم شو هي باللي في كونسي عبارة J2 by F J2 by F صح صح هاي هذا عبارة عبارة ايش عبارة خط مستقيم تمام لكن complex عبارة خط مستقيم طيب بدنا RESPONSE يعطينا هذا الاشي بحيث انه بالتايم هي مشتق خلينا نجي نشوف شو عملنا هون اجينا اخذنا RC circuit عملنا voltage division هون طلع معي RESPONSE J omega RC على واحد زاد J omega RC تمام تمام لما RC قيمة صغيرة مقارنة بالواحد معناته واحد زاد قيمة صغيرة خلاص رح تروح رح تتكنسل هاي و تصفي عندك J omega RC لو فرطنا J2 by F RC يعني هو gain خلينا نقول constant ضربناها وقيمته قليلة كثير طيب انا قدرت اوصل ل RESPONSE يعطيني اللي حكينا عنه قبل شوية J2 by F معناته لو دخلنا المسيج على هذا الفنكشن او على هذا السيستم رح تطلع لي على الاوتوت هي المشتبقة رح يعمل لي مشتبقة هاي بغض النظر انها فلتر لكن هون استخدامها ك slope circuit او differential circuit طيب SFT دخلت على هذا الحكي تطلع ماي YFT والمسيج بالانبلو طيب بعد هذا الحكي بدخلها على diode اللي هو envelope detector diode وRC circuit بتطلع معين مسيج بالاضافة على DC gain DC gain بتقدر تشيله بlow pass filter وعادي اللي هو inductor block بيعمل block لDC ومش مهم يعني المهم هو أن نوصلنا قدرنا نوصل للمسيج بس هذا هدفنا بالمادة أنه نوصل لابعث المسيج وتوصل لنا زي ما حكيت بعد ما نشتق رح تكون المسيج بالانبلوب تبع الكارير وبس بتوخذ الانبلوب وهو عبارة عن المسيج طيب في دارة بتشمل slope circuit وبتشمل الانبلوب مع بعض تمام هي عبارة عن دارة اسمها balance slope dictor balance slope dictor بس أنا بعرف بالhigh frequency انه في virgin بالpositive و virgin بالnegative فعشان اه لا دقيق كمان شغلة عشان نحقق المبدأ اللي عملنا انه انه يكون هذا response تبعها لازم رح نحتاج لأكثر من response رح نحتاج لأكثر response واحد positive واحد negative بحيث لو جمعناهم مع بعض تعطينا هذا الشكل تعطينا هذا الشكل هاي المنطقة اللينير المنطقة اللينير هاي هي اللي بدنا هي j2 by f اللي هي بتمثل مشتقة بالتايم تمام التمام linear region range هي البدنية هنو اخذها بحيث انه تعمل الاشتغال طيب خلينا نشوف هون افهم دخلة مرة مرة موجب اللي هو rc زي ما حكينا ومرة بالسالب يعني اللي ما اخذين مشين رح يفهم كيف مرة موجب حسب الاشتغال بعدها دخلنا على envelope detector وهي rc circuit تطلع مرة هون ومرة هون حسن positive نجل يكون output v01 و voutput 1 و voutput 2 تمام زي ما حكينا المسج ستكون هون تقريبا بهذه المنطقة وبالنقات ستكون بهذه المنطقة حسن الرسم ليس 100% بس انا اريد الفكرة تبعتها لو كانت المسج هون المسج هون يعني الامور 100% هذه الاسي تباحها يعني نقدر نعمل shift لهذا الموضوع يكون أقرب للمسج وهذه تكون أقرب للمسج في عندي ثلاث حالات للموضوع fc case fm at لما تكون المسج عند fc سيكون voutput 0 لأنه لا في اشي هون قيمة 0 لما fc زاد delta f ستطلع v o 1 أكبر من v o 2 معنا voutput سيكون positive وهذا الصح يعني virgin positive لما تكون المسج عند vc ناقص delta f سيكون negative كون v o 1 أقل من v o 2 من v o negative ناقص زي ما ما معرف انه مشتقد اي اختران بعلان slope للرسم تبعت عشان هيك نستخدم خط مستقيم مثل mail وايضا نستق بالtime لخص الحكي اللي احنا عملنا لورا هيك بنكون هنا محاضرة او فيديو اليوم بتمنى يكون الشرح كان مفهوم وواضح نستكمل الف مان هنا الف م رح نستكمل بالفيديو القادم ورح نحكي عن اكثر من موضوع وان شاء الله رح نحل على الف م زي محل لنا عليها يعطيكم العافية جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته